بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم الفعافية شركة الوقتان الدولية ودارة علومة تعليم الدولي معكم مهندس مراد مصطفى دبلوم تخصصات الحسوب مادة الأمن السيبراني واليوم عمنا بحاضرة الأخيرة من المادة محاضرة رقم ستة وعشرين وإحنا اليوم رح نحكي عن الاند بوينت فولنرابيلتي أستسمنت بجانبها العملي واليوم حنستارض أداء أساسية في هذا المجال نيسوس فولنرابيلتي فولنرابيلتي سكانر اليوم رح نكون مع أساسيات رح نستخدم الكالي لينكس كفيرتشول أساسية وحننزل عليها أو تكون نزل عليها التول اللي رح نستخدمها النيسوس تول ورح يكون عنا سيستم عبارة عن لينكس ماشين اسمها متاسبليتابل هاي حنا نستخدمها لغيات الاختبارات الاختراق وغيات التجربة والتعلم الميتاسبليتابل كبروجيكت اللي بيميزها انها مليئة بالثغرات وهاي بالنسبة لنا كتعلم اشي جدا جيد بتورجينا بجانب العملي من الاتيكال هاكينج او الحاكر الاخلاقي واليوم حنكون مع ايضا ويندوز اكس بي ماشين اخترنا الويندوز اكس بي لانها تعتبر من الماشينز اللي هي ما عليها ساب بورت فاذا في عليها جديدة فرح تكون عنا ظاهرة بشكل مباشر ورح تكون في خلينا اول اشيء اشغل وحنفتح الويب براوزر طبعا انا مسبقا منزل عليها نيسا ستولز تأخذ شوية وقت بالنسبة ان نيسا ستول هي الويب براوزر تشطل عنا هون على as a web service تمام على بورت 8834 تمام localhost 88 8834 تمام وهون الكالي listening تابعه وهنا نحدد user name و password لهاي الطول طبعا هاي الطول كيف نحن بنزلها عن طريق الويب سايت الرسمي للنيسس رح نكتب نيسس تمام هنروح الويب سايت الرسمي تابعهم الويب سايت هو اه تابع لشركة طبعا في عنا اكتر من product لا النيسس اه منصص المحمد خلينا نشوف downloading تابعهم هون عشان نسهل اكتر حالنا شو حكيت نكتب نيسس download نيسس download وهي استارد الاصدارات الموجودة عندهم بالموقع طبعا في عنا البروفيشنل وفي عنا الیکسبرت فيه كمان بس هم هون مش منازلينه بشكل مباشر طيب ايش البروفيشنل وايش الیکسبرت هذور لايسنز فلاشان لازم اشتر لايسنز لهم واشغلهم عندي في الیکسبرت اللي هي الاسنشل بعطيني بعطيني تمام خليني اغنى عشان كمان اسهل الحالي اكثر في موضوع الdownload فحكته بنصف download essential واني ننزل للموقع vulnerability assessment طيب هاي هون البروفيشنل الیکسبرت لايش مش موجود عندهم الdownload لل version ال جارش حظنا اليوم عموض تمام هاي هون بنسبة لنا بالdownload صفحة الdownload للrelease سبعهم طبعا بختار الاصدار اللي انا بدي انزله بنزله عندي بعد ما انزله عندي راح يطلب مني license لما يجي يطلب مني license بحكي له انه انا بدي ونزل طبعا انا هون ايش بدي نزل ده نزل على الكالي فبختار بس هاي الزار اثنين ثلاثين وهي الزار اربعة وستين كالي نايم تن كالي الفين وسبعتاش طمانطار ستعاش عشرين اذا كتنزل على الردهات تختار اصدار الردهات بنزل على الفيدورة وكل هون زي ما احنا شايفين الاصدار او النسخة المتوافقة موجودة عندي بشكل مباشر بعدها كبعد ما ينزل بعطيني الرابط اللي انا بدي اعمله او من خلاله فهاي انا هون عندي من خلاله فانا هون دخل ونقزنهم عندي راح ادخل عليه بشكل مباشر طبعا عملية التنزيل تتوقض وقت اه كام راح تاخد وقت تقريبا لا يقل عن ساعة او ساعة ونصف عملية التنزيل لانه بوقت وبيعمل ووقت 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 طويل يعني بما ينزل ويثبت عندي بشكل مباشر على الجهاز عشان هيك انا ارتعيت انه نزله بشكل مسبق عندي ونستخدم بشكل مباشر هلا هون انا بدي اشوف الاجهزة اللي انا بدي احكي مع اماس اف ادمن اماس اف ادمن تم هاي الابي ادرس شو طبعا اختصارها اي بي اي رح اطلع الابي تبع اه الميتا سبلويت وزي ما احنا شايفين هان الابي وان سيفين تو تيرتي تن وان سيفين تو دوت تيرتي سوري دوت تين دوت وان ثري تو هاي اول ماشينة انا بدي عملها والماشينة الثانية اللي انا بدأ عملها سكان اللي هي الويندوز اكس بي برضو عن طريق الكماند لاين سي ام دي هاي الكماند برومت هاي طرعي والاي بي اللي عندي هون بفرق بالاخر اللي هو نفس وان طبعا هون صار عندي رح نعمل اللي هو او خلني يجي هون نحدد تمام وهنا بدأ اختار سكان هاختار النام طبعا هون رح اختار اه اللي هو مثلا اه اذر اي نعم وهنا رح احط الاي بيات الاي بيات اللي هن بدأ حطهم اللي هم وان سيفن تو تو ماشين عندي وان سيفن تو دوت وان سيفن تو ثيرتين معي ربا نعم أستاذ ما انا زوم عمل sign out مش هار شو قصتهم طيب على كل انا هاي مكمل التسجيل مع انه ما طلعني من التسجيل ها استمر طيب 172 172 13 dot 10 dot 132 هاي الماشين الاولى والماشين الثاني كانت 172 dot 13 dot 10 dot 128 172 dot 30 dot 10 dot 128 طبعا هون ايش هي save scan ها عندي هون انا بسمي اذر راح حدده وراح اعمل من داخل وراح تبلش التاسك في عملية والان لاحظ هون عندي هون نرجع هون هلا كمان شوي حيتبلش تظهر عندي مجموعة الثغرات الموجودة داخل الماشين راح يستغرق موضوع الاسكان فترة حسب عادل الثغرات الموجودة بالماشين وحسب البورتات المفتوحة قديش في موجودة عليه قديش في وما الى ذلك وان راح يعطيني صار يعطيني انه على الهوست الاول تمام اللي هو اثنين تراثين كان العبارة عن والواحظ هون انا مستخدم يعني مش مزود يعني اي حدا عندي قادر يشوف هاي الثغرات بشكل وباشر تمام وانا هون بالنسبة ايلي ما عندوش اي صلاحيات على مجرد انه موجودة عندي تمام وهذا الاشي كثير مهم بالنسبة لي عشان انا اقدر احدد اذا كان عندي نفس الهاكر موجودة عند الشبكة شو راح اشوف تمام وانا المفروض انه الهاكر مش مفروض يكون عنده اي credential عند الشبكة هون اه لو نلاحظ راح يعطيك score لو نقرب على score راح يعطيك score as version two من csvv طبعا لو انا ادخل عليها هون هون لو تلاحظ راح يعطيني انه score seven point five هون score ten كل واحد هون مفروض scan هون svss على calculation version three بس على اغلب هاي بتكون ثغرة قديمة خلاننا ندخل مثلا نعسي المثال على واحدة من الثغرات قبل ما يخلص scan تمام هاي دخلنا على هاي الثغرة طبعا ايش بحكي لنا بشرحي لنا انه هاي الثغرة الى علاقة بالنفس الانفس عبارة عن على تمام واش يعني هون بحكي لي بالنسبة لك الشير اللي انت عامله او معمول هون هو فاي حدا ممكن يدخل عليه ويعمل له على الداتا وهاي تعتبر الرانك تبعها ten فلازم احنا ننزل ونحدثها وهون بيعطي لي يعني بحكي لي تطلع شو عندك ملفات احنا قادرين نشوفها على المشين من غير ما يكون عنا اكسس هاي الاوتبوت لهاي طبعا نفس يعني بدك انت تعطي صلاحيات وما تعطي هاي الصلاحيات لا هاي واحدة من الثغرات اللي اه شافها وهي تعتبر ايش هون هاي اه او هون كانت عبارة عن مش هاي كريتيكل الرانك تبعها هنا هاي عبارة عن سيفن بوينت اه فايف تمام اه ليش شو بحكي لك انه السامبا النازل هون النظام النازل عبارة عن اسمه سامبا سامبا بيعمل اسم بيستخدم بروتوكول اسم بيشير بل تبع السامبا اللي عندك قديم فلازم انت تعمل لهذا لانه القديم اللي احنا هون نستخدمه كسامبا هو فوقدر لها كريم يستغله عشان يدخل ايضا على الملفات عشان تقرأ اكثر عن الموضوع في عنا بيشرح انها يستغرأ تمام وهي ها الاسي في اي تبعها الاسي في اي نمبر موجود عندنا هون وفي عنا هون ايضا موقع بيقول لك باد بلوك دوت اورج بعطينا معلومات عن هاي استغرأ وايش اللي اسوسيت معها فالحل بشكل بسيط انك تعمل لاحدث اصدار بمعنى اخر يعني اي اصدار حديث بتعمله من الاصدار الموجود عندك لالسامبا نرجع للفورن الوبيتسي وزي ما احنا شايفين عم بيكبروا ليش انه لسه وهون كما انصار في عندي عم بيعمل سكان على المشيني الثانية وهون تقريبا كل واحد منهم سكان يعني لحسا الحديث الان فقط اربعة بالمية وهون فقط على تمام خلين نرجع هون على المشين وهاي عنا التل نت موجودة واي حدا بقدر يفوت على المشين باستخدام التل نت تمام فالتل نت عبارة عن بروتوكول غير مشفر فاذا انا بستخدمه عشان اعمل فأي حدا على ممكن يعمل ويشوف اللي طالع ويقدر يشوف شو في داتا بيني وبين السيرفر فهذا الحكي غلط فأول اشي لازم انه اوقف التل نت عن هذا المشين واستبدلها بيحكي لك التل نت سيرفيس يوز اس اس اتش انستيد تمام بديلا عن التل نت اللي نستخدمه هون الاس اس اتش لاحظوا كل اللي بيشوفه هون عسرية عم بعطيني تباحها اذا متوفر تباحها تمام كل ثلاثة سبعة مرة او كل اسبعين مرة حسب انا كيف عامل انه يعمل مع السيرفر تبعه الاصدار اللي احنا منستخدمه هون فيه بقدر عمل بس كمان يعني مش كل الصلاحيات او كل الموجودة جوه بقدر استخدمها سهلا انتم ملاحظين هون ايش بعطيني انه فقط لا غير تمام خللينا احنا هون كمان ندخل عوحدة من الثغلات الثانية ونشوف ايش اه انكريبت تلنت شفناها اه هون بحكي اننا عن اس سي باين سيرفز تمام هون بحكي لك انه اس باين سيرفر طبعا هاي الثغرة بتخلي اه ممكن الهاك لتستغلها ليعمل هجمة من نوع دوس اتاك طيب ايش الحل انه بداك تروح للموقع تبع وشوف احدث اصدار ونعمل هون الانستول اللي عندي 9.4 و الحنلت هاي المشكلة في الاصدار 9.11.19 فاذا انت نزلت اي اصدار من هاي الاصدارات اعلى يعني 9.11.19 او اعلى على اغلب هاي الثغرة بتكون اه مغلقة اه في هاي الماشين فهاي الحلول يعني الحلول بالنسبة لنا حلول جدا سهلة بس على اقل عشان اقدر احل هاي المشاكل على اقل اعرف ايش المشاكل الموجودة عنا خلينا بس نرجع هيك بشكل سريع ونشوف اذا الويندوز اكس بي يعني نلاقي اشي جديد لأ لسه فقط اه تمام فقط وشكله ماش اه على اغلب يعني الثغرات اللي حتكون فيه مش بثقة لثغرات الموجودة على لأنه اصلا مهيئ بشكل كبير جمعة ضخمة جدا من الثغرات طيب خلينا رجعنا ندخل على المتاسبليتابل اجن ونشوف اذا فيه ثغرات اه 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 او في عنا او خلينا نشوف اله اله في مجموعة من الثغرات المكوسنا على اله تي بي ظهر لي مجموعة من هاي كمان ظهرت عندي مرة ثانية خلينا نشوف هاي اله ريموت ويب سيرفر سبورت تريس ان تراك مثو تريس ان تراك مثو ار اي تي بي تمام يعني هون بقدر يستخلص معلومات من الويب سيرفر لأنه في عندك مثو اسمها ومثل اسمها تراك تمام طب شو سيليوشن دي سيبل ذا اش تي بي مثو هل هاي اللي عبارة عن الارتكل اللي احنا حاطينهم او اللي حاطيننا اياهم هم رح يحكونا كيف انه نعمل اه تي سيبل لا الترايس والتراك مثو اللي هم موجودين اندر الاش تي بي يعني في بعض الحلول زي ما احنا لاحظنا في بعض الحلول في بعض الحلول زي ما احنا هون شايفين من نفوت على ونعدل بناءنا على الثغرة ونوع الثغرة في ثغرات رح نشوفها عبارة عن فلازم تفوت انت تغير تمام هايه هون بنسي سيرفر باسورد هاي كمان مشكلة شو بحكيلك يعني الحل هون مش انزل مش اغير اعداد اروح اغير الباسورد لان الباسورد المستخدم هو باسورد تمام بس تروح تغير الباسورد يعني ارقام وحروف وكمبليكس وغنحكي مور ذان على اقل اتناشر كاركتر اذا مش اكثر فهاي الحلول انه موجود عندي هون بين ايدي فبسهل علي بشكل كبير جدا كيفية حل المشاكل الموجودة عندي طيب اباتشي توم كات كمان هاي دخلنا على اباتشي توم كات وم بحكيلك اوبديت اي جي بي كونفيج توريكوير اوثرايز اند ابيجريت وتوم كات سيرفر سيفن بوينت سيفن بوينت او ثمانية او تسعة ونوجدت عندك التوم كات اللي وجوده عندك في مشكلة على اشي بنسميه اي جي بي كونفيجريتشن على التوم كات لازم انت تروح تعمل ابيجريت للفرجن للتوم كات وكمان تعدى الريكوير اوثرايزيزيشن للكونفيجريتشن موجودة بالأي جي بي ممكن تروح تنزل اصدار احدث وما تتحلل المشكلة لانه ليسا فيه اعداد موجود بالأولد كونفيجريتشن ما يحل لك المشكلة لازم انت تفوت على الاعداد وتغير الاشي مانيوه المثلا على سبيل المثال اذا كان عندي الكوننكتر هون معمول لأعدادات حيث انه لسنينج بدون يوزر نيم وباسور بدون انكربتد فهاي كمان مشكلة فلازم انا نفوت اعمل التعديل عليها هون بدنا زي ما سبقوا حكينا في عنا كتير حنلاقيها هون زي الانفو هون خلينا نفوت نشوف الانفو الانفو مش دايما مشكلة هون شو بحكينا تمام فهونا انه سكيرتي باش ماي هف بيين باكبور تو ريموت بي اش بي استول without changing اتس فيرجن نمبر بينار بيس تشيك هف بيين دي سيبل تو افويد فالس بوزيتيف نو ديس تست سنفورم only and دز نت دون نت اني سكيرتي يعني هون شو بحكينا بمعنى اخر انه هاي مش عبارة عن سكيرتي اشي بسيط ممكن انت تعيش انك انت ايش بتحل هاي المشكلة اللي يعني بتكون انت مش اكثر تمام نرجع هون فاول اشي انا يعني مستحيل يعني بشكل عام امسك عليها اكثر من هون احنا وصلين على اه خمس وعشرين ثلاثين خمسين ستين سبعين تنين وسبعين يعني بحدود مئة وخمس وسبعين ايشو على المشين هاي كلها تمام فما رح امسك الانفو ببلش احل فيهم قبل ما احل ببلش بالكريتيكال الهاي الميديوم بعدين بشوف الانفو والاشي اللي مهم فيهم بعالجه طبعا عملية الرصد اللي احنا بنعملها وعملية اسكانجل اللي احنا بنعملها هون زي ما احنا شايفين مثلا عصبين مثال الويندوز ماشين ما لك الي فيها ثغرات كثيرة بيموير ماشين دي تكشن نيسوس سكان انفورميشن يعني معلومات كلها انفورميشن فما فيش عندي ثغرات عظيمة جدا رصدها في الويندوز هوست في الويندوز اكس في فالامور تمام بالنسبة للويندوز ماشين نوعا ما يعني بحكي لك هو يعني ومع هيك بالنسبة ان لاحظ ما قديش رصدنا في اللي هي ميت اسفلويت بالماشين طيب هلأ زي ما حكينا النقطة اللي بس بنا نأكد عليها انه اللي بعمل عملية سكان هو مش نفسه اللي بعالج المشاكل اللي بعمل عملية سكان هو والإيثقة الهاكر الموجودة لداخل المنظمة هم قسم السيكوريتي كومبليان سيكوريتي فبعملو لك Address لهاي المشاكل وبعطونا اياها كSystem Admin عشان نحل هاي المشاكل هون المشين عملت خلصت عملية سكان هاي هون سيلكت نقلوض انه سكان آه لسه مجدن خلين نعمل سيلكت لهاي المشين كمان مجدن طيب خليه بس خلص السكان كامل لسه running عشان نشوف كيف ممكن نحن نطلع الريبورت كامل من هاي المشين من هاي المشهد اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة بين جميع الأخصام الخاصة في تكنولوجيا المعلومات لما نحكي اليوم تكنولوجيا المعلومات يعني في عنا system team في عنا network team في عنا security operation team في عنا security compliance team في عنا أكثر من قسم في عنا البرمجة قسم الخاص في البرمجة والبرمجيات فحسب هاي المشاكل وين موجودة الثغرات هاي وين موجودة أنا بتعامل مع القسم إذا أنا بحكي معنا networking device أنا بعمل scanning عن network device والvulnerability موجودة في كل الأجهزة طبعا زي ما احكينا في البداية فإذا أنا بحكي عن أجهزة خاصة بقسم network بدي أعملها address أو يعني أو أعطيها لقسم network عشان يحلها إذا أنا هاي موجودة بsystems بعطيها للsystem إذا بورمجيات بعطيها لقسم البرامج بطوير البرامج طبعا بديكون التواصل من خلال coordinator رئيس القسم team leader طبعا مش إحنا يعني مش الscanner أو اللي بعمل scanning هو اللي بتواصل مع القسم ك cyber security أو أي قسم موجودة داخل المنظمة وبيعطيها هاي المشاكل عشان يحلها هنا بديكون فيه عنا system بديكون فيه عنا منظومة بديكون فيه عنا آلية بديكون فيه عنا عمليات هاي العمليات لازم تخذها للرقابة والتدقيق والمراجعة بشكل دائم يعني على سبيل المثال أنا أعطت هاي الثغرات للsystem engineer وقلت له حل اللي إياه رجالة فات كمان يوم شو صار معك آه ولا مش فاضي مشغول طب ما بطلع لك أنت تضغط عليه أو تحكي لحلها غصبت عنك أو شي زيك لا أحكي غلط نيب المين لازم أنا أحولها للteam leader تبعي والteam leader تبعي بتواصل مع team leader تبعه وبتفقه على آلية والله إحنا اكتشفنا في السيرفر الفلاني في عنا مجموعة من الثغرات هاي الثغرات critical فيجب أنها تتسكر خلال ثلاثة أيام وهاي مجموعة من الثغرات كانت عبارة عن medium مثلا هاي الميديوم بدها معكم سبعين لتحلوه هلأ بعد ثلاثة أيام براجع على انحلت الكريتكال ولا ما انحلت الكريتكال وقبل ما أراجع برجع بعيد الاسكان من عندي إذا عدت الاسكان من عندي والأمور تمام وانحلت خلاص تمام إذا هو بلغني أو هو سبقه بلغني إنه حلت المشاكل آه خلاص تمام طب إذا هو ما بلغني والمشاكل لسه مش محلولة بداه على الاسكليت أرجع أذكره أعمله reminder أو أضغط عليه ما أرد علي ما سمع مني كتيم ليدر لتيم ليدر بده أرفعها للمنيجر تبعي والمنيجر تبعي بقوصل مع المنيجر تبعه وهكذا فإذن إحنا هون نحكي عن عمليات أعمال وهذه العمليات الأعمال يجب أن تخضع يجب أنها تخضع ل اللي هي المنيجمنت لايف سايكل اللي هي موجودة بالمنظمة طبعا في إيميلات في ريبورتات في سيستمز كل هذا الحكي بتم متابعة من خلاله هون لسا عم بعمل للمشين ولو نشوف نحن المونيترينج على لو نشوف هون إنه هم أخذ جزئي كبيرة من بسبب إنه هو اللي عم بعمل كل هذه العملية فهون نسبة مثلا من خمسين بالمية السيرفر بيستهلك اللي بوصل خمس وعشرين بالمية قريبا استهلاك الفيرفوكس لأنه العمليات بتتم من خلال الفيرفوكس بمحاكاة الانجيني الداخلي الرنيس طبعاً هون كما شو بحكي لك هاي مسك ثغر جديدي خلنا نتخل نشوف شو هي بحكي لنا إنه هذا عبارة عن المشين هاي مبنية عن نظام وبنتو ولبنتو كدسكتوب السبورت طبعاً باتناش خمسة الفين وحداش هاي إذن تمام فإذن لأي من اللي هم السبورت للوبنتو في واحد وعشرين في العشرين في ثمنتاش ستل سبورتد فاختار إنت منهم طبعاً إذا أنا بديهجي عليه لإختيار اللي عمل بغريد يعني بختار الوسط ليش بختار الوسط بختار اللي هو إذا كنت أنا بستخدمه كسيرفر لأنه بكون مور ستيبل بكون لسا فيه معها مجال إنه تسبورت مثلاً انتو ثري ييرز لقدام فايف ييرز لقدام حسب شو الفيرجين المستخدم هلا بالعادة هم لو بنتو اللايف سايكل تبعتهم خمسة سنين لا اللونج ترم زي ما احنا ملاحظين هون عملية خلصة عملية وهم بدنا نطلع التقرير مثلاً من الأجهزة مايجي منكبس هلية مايجي هون نعطي تمام هلا هون ايش الريبورت بدك يا باي هوست طبعاً هيا اختار هون ايش الريبورت هيا اختار هون الناقون الناقى الناقى بيديف هيا اختار هون هيا اختار هون الريبورت واختار ني الماشينز الموجودة عندي هون تمام باي هوست اول شي اللي هو مية ثمانية عشرين بيعطيني متلاً عمله سكان الماك وكل موجودة عندي هون طبعاً التقرير انتو زي من اللحظين ميتين ثمانية واربين صفحة يعني مش شي بسيط تمام وبالتفاصيل المملة كل موجودة ايش اذا الها سليوشن طبعاً هاي ما الها سليوشن امورها بسيطة فبس عشان تقرأ تمام هاي هون كمان ثغرة ثانية هذول اللي هم كان عنهم انفورميشن على الوندوز هننزل هون على الماشين هون هاي الثغرات ناش كريتيكل ستة هاي خمس عشرين ميديوم فايف لو ومية وستة ثلاثين انفورميشن نيجي على الثغرة هاي شفناها شرحناها هون ايش الحلول تبعتها تمام تمام هلا بنمسك الحلول واحد واحد ومبلش نشتغل عليها تمام بعد ما نخلص بنبعث نرجع ونبعث القسم قسم 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 حسب شو القسم الموجود عندنا في المنظمة شو اسمه بالنظر عن الاسم او المسمى تبعه فبرجع بنبعث لهم عشان يعملوا ويتأكدوا انه الثغرات تسكرت بالشكل الصحيح او لا ممكن يرجع لك آدرس لثغرات جديدة او ممكن نفس الثغرات يرجع لك آدرس لها مرة ثانية انها ما نحلت بالشكل الصحيح ودك ترجع تراقب وتشوف او تعمل او تعمل وتشوف كيف تسكيرها بالشكل الصحيح بس هون هذا أو التقرير كافي لانه احنا نقدر نشتغل بشكل منظم وصحيح على سد الثغرات عنا داخل الانظمة هون بروط لك اياه كمان بالCVE اذا الها CVE ننبر بنتكبس عليه رح يوضينا على اللي هو الان وراح يشرح لنا اكتر عنها اذا كانت المعلومات الموجودة عنا بالريبورد غير كافية هون بنروح عليها بقرأ المعلومات الموجودة في صفحة الان بعمل ببحث بشكل اكبر عشان اسكرها بشكل كامل واضح لامور هيك شباب نعم استاذ عطيك العافية الله يعافيكم ويعطيكم الف عافية ان شاء الله شرفنا معرفتكم جميع باذن الله حكينا بالنسبة للمتحان بنرجع بنحكي فيه مرة ثانية وبنقرر مع المركز خالص ان شاء الله استاذ انا ان شاء الله بحاول انه لبكرة وبعطيكم خبر بإذن الله ان شاء الله استي شكرا لك استاذ يعطيكم العافية ونلتقي فيكم ان شاء الله وقت الامتحان شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم